العملية الدستورية عادت إلى واجهة المشهد السوري مرة أخرى مع اجتماعات تعقدها المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض للاستعداد لهذا الاستحقق والتفاوض مع النظام تحت رعاية الأمم المتحدة التي لم تضع حتى اللحظة لائحة تنظم عمل اللجنة الدستورية اللجنة الدستورية المنطبها وضع دستور سوري جديد تتألف من 150 عضوا ثلثهم من المعارضة التي تمثلها هيئة التفاوض وثلث آخر من النظام السوري والثلث الأخير ممن يختارهم ديمستورا على أن يتم اختيار 15 عضوا منهم لصياغة دستور دائم للبلاد ولم يسمي ديمستورا حتى اللحظة الثلث الذي يمثل المجتمع المدني السوري من المعارضة والنظام وهو ما دفع بواشنطن لإعطائه مهلة حتى آخر الشهر الحالي لإنجاز هذه المهمة وتطالب المعارضة السورية بأن تكون أعمال اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة جزءا لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة وتصب نتائجها في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية واضطرت المعارضة السورية للقبول بمناقشة الدستور الدائم تحت ضغوط إقليمية ودولية إذ كانت تصر على إنجاز الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية ومنها بيان جنيف واحد والقرار 2254 التي تؤكد إنشاء هيئة حكم كاملة الصلاحيات تضع دستورا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية ومن المتوقع أن تشهد اللجنة الدستورية خلافات كبرى بشأن الدستور المقبل خصوصا ما يتعلق بطبيعة النظام المقبل وطريقة اختيار الرئيس والجهات المسؤولة عن السيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية إذ ترى المعارضة أن الدستور الذي وضعه حافظ الأسد في سبعينيات القرن الماضي ومن بعده الدستور الذي وضعه بشار الأسد كرسات دكتاتورية في البلاد وحولات جيش والأجهزة الأمنية إلى أدوات بيد النظام لحمايته كما ستبرز مسألة الأقليات في سوريا التي تمسها الدستور السابق إذ يطالب الأكراد بتغيير اسم الدولة الحالي الذي يكرس هويتها العربية كما يطالبون باعتماد لا مركزية في الدستور وهو ما يجد رفضا من المعارضة خشية أن يكون مدخلا إلى تقسيم سوريا في مراحل لاحقة